بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الوقت هناك صراع أوروبي مع قطر على الساكت لكن الوقت بدأت الأخبار تطلع وبدأت الحرب الإعلامية تشتعل بين قطر وبين الأوروبيين وقطر منزل برنامج ما خفي أعظم بيفضح الاتحاد الأوروبي وبيفضح اليونان وبيثبت أن هما الاتنين متورطين في قتل اللاجئين بل أن هما كانوا بيخططوا لقتل اللاجئين والموضوع عن عمد وعن إصرار وعن ترصد وجايبين مقابلة مع وزير سابق في حكومة سابقة بيشهد بهذا الكلام وجايبين التصوير وجايبين أمور كتير الموضوع ده ليه وهم أيمين على قطر ليه وعايزين إيه وعلاقة كاس العالم بالموضوع ده إيه ده اللي احنا هننقشو مع بعضينا فخليك معايا وركز وما تنمشي مني الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي اقرأ التعليق المثبت أسفل الفيديو وجزاكم الله خيرا الموضوع اللي فضحه تامر المسحال والوثائقي اللي عاملينه في حقيقة الأمر هذا الموضوع شغل أكبر من قطر بكثير وأكبر من تركيا كمان ده تصوير يا ابو الشباب وأدلة وأمور لا يمكن إنكرها ولقاء مع وزير الهجرة اليوناني وموجهته بالأدلة وإحراجه ويسكت وبعدين لقاء مع وزير الداخلية التركي يعني الحقيقة بقت واضحة جدا طيب الوقتي هو إيه المطلوب وإيه اللي بيحصل وقطر بتعاني من إيه والأوروبيين عايزين إيه والأمور مشى إزاي هقولك على الأمور دي واحدة واحدة وهناخدها من كل جانب فركز معايا في الزوايا الجاية أول شيء الأصل إن أوروبا عايزة من قطر مسألتين في منتهى الأهمية المسألة الأولى هي التسطر الإعلامي على الجرائم اللي الاتحاد الأوروبي بيعملها في البحر المتوسط في الشرق منه ده مطلب مهم جدا والموضوع الثاني هو إن الأوروبيين عايزين يغضوا غاز من قطر بسعر رخيص طبعا قطر بترفض إن هي تديهم غاز بسعر رخيص عشان إيه الأول أيام اللي ابتزاز آه تقدر تاخد الغاز حتى ببلاش وتخلي كمان أهل البلد يبقوا عبيد وكده لأنهم بيبقى غصبة عنهم تحت الابتزاز إنما الوقت قطر هي حليف تركيا الموسوق فيه وتعتبر في الحماية التركية من ناحية وفي الحماية الروسية من ناحية تانية لأن من مصلحة روسيا إن قطر ما تبيعش الغاز خالص أو إن بعته تبيعه بالسعر العالمي اللي هو غالي جدا وبعد كده يحصل تفاهم قطري روسي فروسي هتقول للقطر أنت بعت الغاز ده تقريبا بضعفين السعر المعتاد بتاعه والفضل في الموضوع ده للحرب الأوكرانية وأنا علي حصار وكده فيعني لازم تديني شوية من الفلوس دي لكن برضو مش هتاخد الفلوس دي بلطجة عهد البلطجة يا جماعة ولا وما لها تاخد الفلوس دي على أساس إياه هتبقى لها سلاح زي ما قلت لكم وعملوا مع الجزائر كده ولقيتوا الموضوع بعدها بيومين وصفقات السلاح والأمور دي فعشان كده الأوروبيين مش عايزين ياخدوا الغاز من قطر بسعر عالي لأنهم عارفين أن فروق الأسعار هتروح لروسيا عشان قطر هتشتري بيها سلاح عشان روسيا تبدأ أن هي يعني ما تصلتش عليها إيران ويبدأ التحالف ماشي كويس الزاوية دي هي اللي شغالة الأوروبيين يقول لك لا إحنا عايزين بقى الغاز وبالسعر القديم وبعدين أنتوا يا قطريين منتوا حلفاء الأتراك وبما أنكم حلفاء الأتراك إذا نروس مش هيدلوا يعمل لكم حاجة وقطر طبعا تلهم أنا مش مضطرة أننا أديكم الغاز بالسعر القديم أنت عايزين غاز اتفضلوا اشتروا غاز بالسعر العالمي والسعر العالمي الوقت يا ابو الشباب مجنون بمعنى الكلمة ده هما يحمدوا ربنا ده أمريكا بتديهم الغاز بأربع أضعاف السعر العالمي ومكرون كمن عمال يصوت للموضوع ده وعمالين يعني يخلين في مشاكل في الحكاية دي فده صراع أوروبي قطري عايزين يضغطوا على قطر بأي طريقة في الحقيقة قطر عندها أوراق كثير قطر لها شرية أسهم وشرية سندات مالية في أوروبا وتقدر تبيع وتقدر تضغط شوية بشوية وتقدر تسحب استثماراتها شوية بشوية وهي أكيد بتعمل كده بس ممكن تسرع عملية البيع وعملية سحنة أموالها وتبدأ تستثمر في تركيا بوتيرة أسرع من المعتاد وده اللي بيفصر الاتفاقيات التركية القطرية اللي وقعوا عليها المذكرة اللي وقعوا عليها من حوالي أربع خمس أيام أو أسبوع حوالي في الحدود دي تقريبا فأوروبا عايزة من قطر غاز وعايزة كمان من قطر أن هي تسكت عن الفضائح اللي هي بتحصل وكده طيب الجزيرة في الحقيقة قد سكتها وسكت فترة طويلة والموضوع ده ما اضطرحش غير يعني مع تامر المسحال يعني البرنامج لسه جديد البرنامج يعني انبالح تم عرضه أو كده عشان تعرف جوانب الموضوع بقى لازم تعرف ايه هي أوراق الضغط اللي مع أوروبا وإيه هي أوراق الضغط اللي مع قطر وفي الحقيقة نقولك قطر مش لوحديها وقطر لسه نقولك كمان الامارات هتساعد قطر يا سلام هتساعد قطر هقولك ما الامارات الوقتي خيفة من الروس وبقت تقدر تعتبرها ان بقت في حلف الروس غصبة عنها مش باختيارها والسعودية نفس الشيء لذلك تلاقي العلاقات تصلحت كثير جدا مع أردغان لان دي بقى تعليمات امريكية لان امريكا كان قدامها الوقتي ايه ان هي تشوف الامارات بترتمي في احضان الروس ولا تخليها ان هي تبقى في تحالف مع أردغان فطبعا افضلها ان السعودية والامارات يكونوا في تحالف مع أردغان لان في ملفات كثير بين تركيا وبين اوروبا وملفات كثير بين تركيا وبين امريكا فممكن يعني من هذا الباب ممكن التفاهم مع تركيا لكن مستحيل ثم ألف مستحيل ان الغرب يعرف يتفاهم مع الروس أبدا لان الروس اعفلهم بقوة وعندهم سلاح وعندهم دعم صيني يعني لا الحل العسكري هينفع مع الروس ولا التفاهم في المصالح هينفع مع الروس يعني لدي نفعة ولدي نفعة لكن التفاهمات مع الأتراك يعني بالتكتل اللي انا شرحته لكم قبل كده بالنسبة للامريكان والأوروبيين هيكون ممكن لكن الأوروبيين عايزين يحققوا أكبر مكاسب ممكنة ودي طريقتهم يا ابو الشباب فيعملوا ايه؟ هم الوقتي بيقولك احنا معانا كروت نلعب بيها ضد قطر ايه هي؟ موضوع كاس العالم وطبعا انا كلمتكم عن كاس العالم في حلقة سابقة بشكل مختصر جدا وبعد كده الأمير تميم تكلم وشرح الموضوع ده ولمح تلمحات قوية يعني معناها بيقولهم الخطوة الجاية هفضحكم بقى وحددكم بالواحد لو ما تلمتوش فايه هو اللي قاله الأمير تميم لكن قطر تعرضت إلى انتقاضات شديدة جدا في موضوع كاس العالم كنا الأول نحسن الظن بهذه الانتقاضات وكنا نظنها إيجابية واستفدنا منها وصلحنا بعض الأخطاء اللي كانت الانتقاضات دي بتنتقدنا من خلالها وعملنا أقصى ما في وسعنا والوقتي مش لقين حاجة ينتقدون عليها وما زال إن هم بيتنمروا على قطر في موضوع كاس العالم طيب أما تيجي تشوفوا الموضوع ده هو ده كلام الدبلوماسي اللي تعرض أنا أقول لك الكلام بقى في الغرف المظلمة مختلف تماما كلام في الغرف المظلمة يا أبو الشباب هيبقى تهديد لقطر بشكل كبير جدا وهيقول لهم إن احنا هنسحب الفرق الأوروبية كلها من كاس العالم وبالتالي كاس العالم بدون 13-14 فرقة أوروبية مش هيبقى ليه أي معنى يعني هيفشل كاس العالم يعني الغرب بيهدد قطر في الغرف المظلمة وبقولك الكلام ده استنتاجا مش كلام خبري بيهددهم في الغرف المظلمة بأنه هيبوظ لهم كاس العالم بسحب الفرق الأوروبية طبعا إيه هي ردة الفعل لو كاس العالم بوظ إن قطر الوقت صرفت على البنية التحتية لكاس العالم 8 مليار دولار على أمل إن هي استضافة كاس العالم هيدخل للبلد 15 أو 16 مليار دولار بناء على الكلام الرسمي للحكومة القطرية فإن هم يبوظوا كاس العالم معناها إيه؟ معناها إن قطر مش هتقدر ترجع التمانية مليار اللي هي صرفتهم ويروح عليها سبعة تمانية مليار كمان مكسب هو محتمل ومتوقع بالذات إن الوقت تذاكر كاس العالم أعتقد اتباع منها الكثير والأمور مش على ما يرام والحقوق البس والأمور دي وكذا إلخ إلخ في الأمور دي كلها فالوقتي الغرب بيهدد قطر بهذا الموضوع أنا هقول لك ده مجرد تهديد والغرب مش هيقدر يعمل حاجة ليه بقى الغرب مش هيعمل حاجة؟ لأنه لو عمل كده قطر هتزود الطينة بلى فوق دماغهم ودماغ أبوهم وهتعلن عن تخفيض إنتاج الغاز بتاعها وبالتالي الأسعار هتتجنن أكتر وأكتر يعني أوروبا في الحقيقة المفروض لا تمشيش وراء أمريكا في هذا القطاع وبعدين هو كأس العالم كله إيه؟ وإيه هم التمانية مليار دول اللي هم هيعوجوا قطر أو هيديقوا قطر أو كده لقطر حطت ثماصر أيام الدكتور مرسي أول دفعة خمسة مليار حطتهم وديعة في البنك المركزي وبعدين حطت ثلاثة يعني المبالغ دي بالنسبة لقطر يعني مبالغ مش هتوجع الاقتصاد القطري ولا حاجة يعني هم الوقت الورقة اللي عند أوروبا اللي بيلعبوا بيها هي حطة إن هم يبوزوا كاس العالم دي مش موجعة وبعدين هتدي لقطر بقى إيه؟ أعزار إنه إنتوا أعلنتوا بقى علي الحرب الاقتصادية طيب استحملوا بقى إيه؟ الحرب الاقتصادية وهيخفضوا زي ما أنا قلت لك إيه؟ إنتاج الغاز كده خلصنا من الأوراق اللي هي مع قطر والأوراق اللي مع أوروبا ده يقدر يعمل إيه؟ وده يقدر يعمل إيه؟ نناقش بقى الحدث نفسه ونناقش معقولية الكلام اللي قاله وزير الهجرة اليوناني وتهرب من المسئولية والكلام اللي قاله وزير الداخلية التركي والفضائح اللي هو طرح المسحال في الموضوع ده باختصار المسحال لما سأل وزير الداخلية اليوناني أو وزير الهجرة اليوناني فقال له إن الأخبار دي دايما طلعة إشعات علينا وتركيا بتشنع علينا وكذا ومش عارف إيكا وكانت المفاجأة بتاع المسحال بالشباب إنه هو يطلع له جهاز الهاتف بتاعه ويوري له إيه الصور ويوري له الأمور اللي بتحصل وبيوري له الجرائم اللي بتتم فبعد كده ما بقاش لقي حاجة يقولها فانتخل إلى إيه؟ انتخل إنه هو يلقي اللوم على تركيا قاله إن كانت تركيا شايفة الأحداث دي قدامها وما بتعملش حاجة ليه انت جاية تلوم علينا إحنا ليه تركيا سمحت للناس دي إن هي توصل وإن هي تهرب من السواحل بتاعتها وتوصل عندنا وتوصل للمرحلة دي طبعا الكلام ده فيه سفالة جمدة لسه كمان قالك إن تركيا عملة حدود ضخمة جدا أو عملة حواجز ضخمة جدا بينها وبين الإيرانيين ومنع تصرب أي لاجة فبناء على كلام وزير الداخلية اليوناني فبالقياس إن هي زي ما تركيا عملت بين تركيا وبين إيران المفروض تعمل بين تركيا وبين اليونان هكذا صور المسألة طبعا كلامه كله خداع شوف يا سيدي الخداع في كلامه أول شيء إنه إيران منطقة يعني مشبوهة والخوف ييجي منها وتصرب الطابور الخامس ييجي منه وكذا وبعد كده الاقتصاد التركي لازم يغطي التكريف ديك عشان خاطر إيه عشان خاطر أمن البلد يعني دي مسألة أمن قومي هو طبعا ما يعنيش الحكاية دي النقطة بقى التانية اللي هي غير كده إنه ما عايز يلزم تركيا إنها زي ما عملت على الحدود مع إيران تعمل على الحدود البحرية وعلى الشواطئ بتاعتها مع اليونان الكلام ده كمان مش منطقي ولو قلنا يعني سليمان صويلو رد عليه بالأدلة وبالنسب فقال له باختصار من زمان كان اللي بيوصلكم حوالي تسعمائة ألف لاجئ في السنة الوقتي آخر إحصائية بتقول إن اللي وصلكم سبعة وعشرين ألف أو ستة وعشرين ألف أو تمانية وعشرين ألف وواحد بس يعني بيقول له إحنا منعنا سبعة وتمانين في المية وإحنا بنشتغل بجدية لكن برغم الجدية دي بتفلت حدات وبتفلت أمور أنا بقى أقول لك بصرف النظر بقى ده صح أو ده صح أنا هقول لك بقى القول الفصل والقول القاطع في الموضوع ده إيه هو القول الفصل والقول القاطع في هذه المسألة القول الفصل والقول القاطع في الموضوع ده إن اليونان أصلا عضو في معاهدة اللجوء يعني أنا هسلم معاكم إن تركيا قصرت وسابت اللاجئين يطلعوا أو اللاجئين انفلتوا المهم اللاجئين وصلوا إلى الشواطئ اليونانية بطريقة أو بأخرى هربوهم المخابرات التركية هربوهم المخابرات الروسية هربوهم المخابرات الصينية ما خد بالك ما العالم دي كلها برضو بتلعب لكن بصرف النظر الوقتي اللي حصل إن اللاجئين وصلوا لي الشواطئ اليونانية وقول اللي انت عايزوا طيب وصول اللاجئين للشواطئ اليونانية معناها اليونان عضو في معاهدة اللجوء يعني لازم تستقبلهم وبعد ما تستقبلهم تحقق معهم وبعد كده ترجع اللي هي عايزة ترجعوا بالاتفاق مع الحكومة التركية أو إن هي تبحث قضاياهم على أراضيها أو تعيد طرحلهم لبلادهم لو كانت بلادهم آمنة يعني ده التصرف الصحيح لكن مش معنى إن اللاجئين فلتوا من الرقابة التركية أو حد ساعدهم إن هم يوصلوا للشواطئ اليونانية فتيجي اليونان تروح ما طلعا لهم جيش اسمه جيش الظل وجيش الظل ده زي البلطاجية بتاع حبيب العدل في مصر كده وجيش الظل ده برضو المسحال برضو فضحه كثير في البرنامج بتاعه فالخلاصة اليونان بتطلع لهم جيش الظل دوت بيغرق القوارب بتاعتهم ومتصورين يا ابو الشباب مناظر بقى مش عايز يحكي لك عليها عشان ما حزنكش زي ما أنا حزنت أنا بدي لك الخلاصة عشان تعرف إجرام الناس دي يعني شكله إيه فمش مبرر أن اللاجئين وصلوني لأن تركيا قصرت أروحان قاتل للاجئين إيه هو ده خد اللاجئين وقعدهم وروح اشتكي في منظمة الأمم المتحدة أو اشتكي في الإدارات المختصة أو الجهات المسؤولة في أروحة الأمم المتحدة واشتكي على تركيا وقول ده حصل وكذا وتحل المشكلة بشكل قانوني إنما يقولك تقتلهم وتقول أنا قتلتهم عشان تركيا يسببتهم وصلولي ده إجرام ده إجرام وبيتجاهل الموضوع إجرام شديد الإجرام أنتقل الوقت بقى معاك يا بو الشباب على موضوع جيش الظل ده المسحال فضح جيش الظل ده يا بو الشباب والتقى مع ناس من الجماعة بتوع جيش الظل يبدو إنهم عرفوا يهرب أو كده وجايبين لهم وجايبين لك قصص حزينة بقى منها مثلا واحد قال له إن السلطات اليونانية وضعتني بين خيارين الأسوأ والأسوأ منه يعني يكلموني بمنتهى الصراحة وقالوا لي تشتغل معنا مقابل إن إحنا مش هنرحلك وإن إحنا هنتعامل معك معاملة تانية وهنديلك راتب وهنساعدك وكذا أو إنك إنت لو إنك إنت ما قبلتش هذا العرض فالنتيجة إن إحنا هنقتلك يعني هقددوه بالقتل وفيه والناس قالوا له هنرميك في البحر زيك زي أي لاجئ أو كده على فكرة فيه فيلم اسمه أظن سبع أيام أو كده بيحكي قصص مشابهة كده إنهم بيجبروا اللي بيأسرواه لأنه يتحول إلى مجرم عشان يضربوا به ضحايا جديدة جيش الظل ده يا بو الشباب التقى المسحان مع النموذج ده والتقى مع نموذج بتاع واحد تنسي قالك لا أنا ما قبلتش ضربوه يا بو الشباب وعذبوه وبهدلوه واحد تاني قال له أنا ما كانش قدامي أعمل غير كده واحد تالت قال له مش عارف إيه واحد ما بين له أثار التعذيب على نفسه يعني إجرام مفيش بعده إجرام والمسألة سبتة بشكل يعني مفيش مجال إن اليونان تنكر لكن السؤال اللي بيضرح نفسه بالوقتي ليه اليونان لجأت إلى جيش الظل ومين اللي مخطط لها الموضوع ده ودور الاتحاد الأوروبي إيه في القصريات ليه اليونان بتلجأ إلى جيش الظل لأن اليونان مش عايزة تجيب واحد عامل عندها في الأجهزة الأمنية سواء كان شرطة أو مخابرات أو جيش واتورطوا في الموضوع ده تيجي بعد كده التحقيقات لاحقا يتكعبل فيها وبعد كده يشهد على الحكومة ويشهد على رؤسائه ويقلب الدنيا وتبقى في الضيح وكده فبيفضلوا أن هم يرتكبوا الجرائم بيد أطراف ضعيفة يستعملوها وبعدين نهايتهم نهايتهم بيقتلوهم أو بيخفوهم بشكل أو بآخر أفكرك زمان قبل ما الإمارات يعني عيارها ينفلت أو قبل ما أمريكا تفقد السيطرة الكاملة على الإمارات كانت الإمارات شغالة عما لا تنفس في المخططات الأمريكية وكل العرب يكره الإمارات لكن في حقيقة الأمر أن الجرائم الحقيقية الفعلية هي مخطط أمريكي والإمارات على كل اللي هي كانت بتعمله دي وعلى خيانة حكمها وعلى الأمور دي كلها ما كانتش هي إلا مجرد أدوات تنفيذ للأمريكان وبس زي السيسي في مصر لنفس الشيء هو وكلابه أدوات تنفيذ فقط للأمريكان مش أكتر من كده على فكرة ده الموضوع ده شغال على مضال التاريخ أنا مش عايز أخرج عن الموضوع خليني أركز وكمل الموضوع أرجع وأسأل دور اليونان إيه؟ دور اليونان إن هي مسؤولة أصلا عن السواحل بتاعتها يعني ما تقدرش تنكر الحاجات اللي حصلت دي وما تقدرش تقول إن أعصابات طلعت عملة الحكاية لها بدون علم السلطات لأنه هي المنطقة بتاعتها يبقى مسؤولة عن أمنها من الألف إلى الياء والمسألة بقى مش واحد ولا اتنين ده بيقولك ده عشرات الألاف ماتوا في بحر إيجا على الحدود اليونانية يعني مش هنقول إنه هو انحراف فردي أو كده لا ده مسألة منظمة قارب من قارب اللاجئين ييجي يطلع القارب بتاع حرس السواحل اليوناني وعليه أفراد يغرقوه على فكرة وزير الداخلية اليوناني اعترف إن القارب دي هي قارب حرس السواحل اليوناني يعني مش عارف يفلفص المسحال جايب له الصور وجايب له الفيديوهات قدامه لكن هو المسحال يبدو إنه هو ما عندوش مليكة المناقشة لأنه وزير الداخلية اليوناني كان بيهرب منه بطريقة تانية يهرب منه مرة يجيب له مثال اللي بيحصل بين تركيا وبين إيران دا مش موضوعنا يجيب له مثال مرة تانية يقول له الناس كانت بتجينا عبر تركيا ومش عارفين دا مش موضوعنا إنت جالك ناس إيه هو التصرف القانوني مع الناس دا التصرف القانوني مش إنك إنت تقتلهم ولا إنك إنت تعذبهم ولا إنك إنت تهددهم التصرف القانوني إنك إنت تاخدهم وتوفر لهم مكان آمن حتى لو ما كانش يعني عندك إمكانيات أوي بس على الأقل يعني عيشوا ما وتومشي وبعد كده تبدأ تاخد الإجراءات القانونية ضد الأتراك الإجراءات القانونية في أروغة الأمم المتحدة دا التصرف القانوني المسحال ما كانش عارف يحشروا في هذه الزاوية اللي حاصل إيه بقى اللي حاصل إن قطر كمان عن طريق الجزيرة عمالة تفضح في مين عمالة تفضح في الاتحاد الأوروبي ودوره في الموضوع دا إنه هو أصلاً اللي مخطط كل المؤامرة لليونانيين وأزيدكم من الشعر بيت الوقتي البرنامج بتاع المسحال جاي بالعربي وعلى الجزيرة العربية وبعد كده ممكن يترجم وممكن يتلوج على قنوات جمدة وممكن يدول واحد زي أندرو تيت اللي أنا حكيت لكم عليه عنده متابعين كتير جداً يمكن قاربوا الميت مليون أو عدوا الميت مليون برغم إنه هم أفلوا عليه كل مواقع التواصل الاجتماعي لكن الابليكيشن بتاعه شغالة والشباب فممكن يصاعدوا الموضوع لهذه الدرجة كمان أنا هقول لك في اتفاقات في غرف المخابرات المظلمة حقيقة بين الروس والصينيين والقطريين والاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر باختصار مش هيطولوا الاتحاد الأوروبي أي مصدر لمصادر الغاز أي موضوع وأي ضغوط على قطر هتيجي قطر هتقولك خلاص بلاهكس العالم وخليني 8 مليار دول أنا في النهاية صرفتهم وهي بنية تحتية عندي احتاجة في المستقبل يعني مش هتبقى موجعة ولا كده لكن الضربة القاسية هتكون فوق دماغ الأوروبيين وعليهم أن هم لازم يفكروا مئة ألف مرة أن أساليب الابتزاز دي مش هتنفع وأساليب التخويف والطرهيب دي خلاص انتهت ما عدوش قادرين على أن هم يبتزوا العالم على فكرة جيش الظل دي سياسة متكررة عند الغرب بينفزوها في كل مكان يعني في مصر قلت لك كان في المجرمين السابقين كانت وزارة الداخلية بتشغلهم لسه كمان مش مرشدين لا بلطجية برضو بس ايه في تجمعات وليها منظمة وبياخدوا رواتب وكذا بس هي مش مسجلة رسميا لأي حاجة المنظمة دي كانت أو جيش البلطجية ده كانت 300 ألف وبعد كده بيقولك وصلوا الوقتي لمليون واحد طبعا السيسي كان بيستعد للأسوأ أو للأسوأ منه كمان عشان كده رفع ايه العدد الرهيب ده ده بيبقى بلطجي بيبدأ ازاي حياته بيبدأ انه هو انفعل ارتكب جريمة او خطط وسرق عمل جريمة فيها يعني فيها فيها قتل مثلا مع سبق اصرار او قتل بقصد السرقة يعني هيبقى عليه حكم اعدام فبدل ما يعدموه بيعملوا معها صفقة انه هو يتحول الى عبد من عبيد الشرطة هو طبعا مش فاهم انه ده بيحصل هما بيبعتوله وهو محبوس في الحبس بيبعتوله شخص وبيكون معاه في الزنزانة او بيتعرف عليه في حوش السجنة او كده بيقوله انت واد راجل واحنا بنحب الرجالة وانا هساعدك وما تخافش والاعدام اللي عليك ده مش هتنفز ويقوله انا ما بقاش راجل لو الاعدام ده تنفز فيك انت وهتشوف انا هساعدك ازاي وهطلعك من هنا وكذا وانا عندي رجالتي بره وعندي مش عارف ايه وطبعا اللي هو عليه حكم اعدام ده نفسه في اي مخرج بشكل من الاشكال بيشترط عليه وفعلا بيطلعوا وبيدعموا وبيحولوا الى بلطجي شغال تحت بلطجية ومتهدد دايما بيقولوله زي ما طلعناك نقدر نرجعك للاعدام مرة تانية فبيفضل تحت الابتزاز وبيفضل فاهم انه هو خلاص روحه او روحه في ايديهم وممكن يرجعوه يعدموه في اي لحظة فبيقبل الحياة المهينة وكمان بسعر بخص يعني مش بخص قوي ما بيضغطوش عليه كتير بس برضو يعني ما بيدلوش فلوس جمدة وحتى الفلوس المتوسطة اللي بيدوها له بيبعولوا بيها مخدرات بعد كده يحن ما بيطولش حاجة في نهاية المطاف والسلام عليكم